تحضيرات يلي جاي بهذا الموضوع فيه مرشح أساسي اسمه سنمانة فرنجية يلي مبدئيا بأول أيلول هو رح يكون مدعوم من حزب الله وبرأيه أكتر فيه يعني صرت أقرب لأنه تنع أنه حتى التيار الوطني الحر أو جبران بيسيل سيذهب باتجاه التفاهم هيدا ولو أنه من بعد ما يرتب شوف يرتب لأله لأنه المساري اللي جرب يعملوا خلال الأسابيع الماضية حول اختيار شخص ويقدر يفرضوا على المساري مع حزب الله ما ظبطت معه يعني ما كانت ما كانت هيني ما كانت المسألية يعني ما قدر لقى يتلاقي حدا حاول جبران بيسيل أنه يعرض أسماء على حزب الله مثل مين يا مش أنا ما قلت أنه حاول يعرض أسماء على حزب الله عمقول أنه هو حاول يلاقي لأله بدك تلاقي شخص عوزنا على التعبير يتيم لطيم يعني هو يكون لأله كامل لأله ما عنده حدا حتى بعدين بمارحلة لاحقة يقدر يعرضوا على حزب الله ليكون بديل لكن شافها أنه في صعوبة هلأ حدا نصحه هو استنتج كيف كفة بس واضح أنه عم بيكوّع بالتجاه يرجع يروح لا يتبنى أو لا يدعم ترشيح السيمان الفرنجية قد يكون حزب الله شارك بهذا الموضوع أو شجعه بهذا الإطار من بعد تسوية يلي بعد ما بيّنت يلي بعد ما وصلوا لأخواتيما فأذن خليني يقول ببداية شهر أيلول هناك مرشح اسمه السيمان فرنجية في أطراف وراه اليوم سامير جعجة إذا بتسمعي عم بيقول سامير جعجة بما معنى أنه هناك مرشح تماني قدار يعني أصدو عم بيقول السيمان فرنجية ويجب أن نتفق نحن كمعارضة وهذا على اسم مقابل لأله وبالتالي عدم تكرار إنه إذا فيه برأيه إذا فيه حد على رأيه يرجع يكرر تجربة انتخابات رئاسة المجلس وخصوصا نيابة رئاسة المجلس فبالأحرى فنحن علينا أن نستفيد من هذا الموضوع وأن نروح بالتجاه وأيضا ربما يمكن يعني كمان تسمية الرئيس مئاتي فإذا لازم نعمل إداء مختلف في هذا الموضوع وهو عم بيقول أنه لازم يكون عندنا مرشح بوجه هيدا السيناريو الأول السيناريو لما تروحي في هذا الاتجاه بأيلول شانك عملك المواصفات ربما بعد ما عملت إذا بتروحي لهونيك السيمان فرنجية ومن سيكون معه من سيكون معه عندك الثنائي الشيعي عم تقول أنه ربما جبران باسيلي يروح بهذا الخيار مكرها أخر خلال بطل يعني راح يروح بهذا الخيار لو أنه بده يجري بحصل يعني تسوي يعني أنه مكتسبات صحيح أكبر حد قدر من المكتسبات السنة السنة في فريق السنة معين هون بدي أوصل لك لماذا ترجع تروحي على الموضوع الإقليمي قبل بفتكر كم اسم محسوبين ربما بعضهم قراب من سعد الحريري فيه احتمال كبير كمان يروحوا بهذا الاتجاه نعم بس هون السفير السعودي خلال الأسابيع الماضية على ما يبدو أوكل إليه أو يريد أن يذهب أو باتجاه إعادة ترتيب الساحة السنية تحديدا في موضوع النواب لهلأ ما بيّنت الحركة كبيرة كمان بانتظار ربما الموضوع الإقليمي بيقول لك إيه؟ لا وهذا الأهم بالموضوع الإقليمي لبنان حيكون موجود مرة مباشرة ومرة غير مباشرة مباشرة بالملف اللي تتحدث فيه بعد شوي من خلال ترسيم الحدود البحرية وعضي حوكستين رح يكون هناك أخذ معه الملف بلش يحكي عن إشارات إيجابية بلش يقوله أنه كانت الإشارات بيقول إيجابية عن أنه نهاية قريبة لهذا الملف وبالتالي هون رح يكون موجود لبنان بشكل مباشر وطبعا هذا الترسيم البحري له استدباع يعني ما بيكون وقف هون وغير مباشرة من خلال موضوع تعرفي السعودي إعادة ترتيب المحور الجديد يلي رح يكون مش لمجتمع بالسعودية بحضور بايدن يلي هن دول الخليج بلاس مصر الأردن والعراء وبالتالي يلي هو إسرائيل موجود بهذا المحور لكن بشكل غير منظور بشكل غير مش حاضرة فعليا لكنها هي حاضرة مش حاضرة بالسورة بلاقيتها حاضرة ده لا هي رح تكون حاضرة فعليا وهي بتعرفي الموضوع فعليا إيه لما بتحكي أنت عن بس هي لا تشارك مش موجودة بالسورة موجودة فعليا نعم الدور تبعا ستتولى موضوع الدفاع الجوي أو الحماية الصاروخية مثل ما هني عم بيقولوا للخليج يلي بلاشنا نشوفها يعني عم نحكي عن خارطة سياسية جديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة